السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه فضلا لا امرا الاشتراك في القناة الاعجاب بالفيديو تفعيل زر الجرس ليصل لك كل جديد. وكل اللي احنا بنطلوه من حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم سون ستايل فاشن والمونتس احمد شمس الديني وحييكم اخوتي واخواتي ابنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلب من حضراتكم الدعم للشراك في القناة تفعيل زر الجرس الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بتطلبه من حضراتكم. فضلا لا امرا. على اساس ان احنا نوصله الاجبر عدد من الناس. تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك بتستفيدي. اه ان شاء الله من الحاجة اللي احنا بنقدمه. ودوة املنا فيه حضراتكم. اه فبالتالي نحب ان الفائدة دي تعود على اكبر عدد من الناس. على اساس ان ربنا سبحانه وتعالى اه يمن علينا باجر العلم دوت. فدي حاجة احنا بنطلبها من حضراتكم. اه احنا ابتدينا اه بسلسلة معينة بقالها كزا حلقة ان انا باخد اجزاء معينة من كل حاجة. ونبدأ نشتغل عليها. اه مرة القم كاملا مرة الاسورة. اه القم بتركيب اسورته ازا كان فيه اه فنيات معينة في الاسورة ازا كان فيه فنيات معينة في الكم. زي اخر فيديو اللي احنا عملناه بتاع الكم اللي هو اصلا المنفوخ او كم البطيخة اللي احنا ايه اشتغلنا عليه من جزئين ومن لونين. واشتغلنا الكم كاملا وورينا ابعاده وكل حاجة بتتعمل فيه. تمام? طيب نفس الموديل اللي احنا شغالين عليه. احنا عايزين نعمله الجيب ده. الجيب ده. الجيب اللطش ده. ده اسمه جيب لطش. يعني ايه لطش? يعني هو محطوط على القماش مباشرة. محطوط على القماش مباشرة. ليه ابعاده? ماشي? وليه مقساته? يعني ما بنشتغلوش هكذا يعني. ليه ابعاده? ليه مقساته? وازاي ان احنا نقدر نحطه في الوضع الصحيح بتاعه. اه المكان المزبوط بتاعه. على اساس ولا يبقى عالي. اتجيب نفسه. ولا يبقى سائط. ولا يبقى مضطر في ناحية الامام. ولا يبقى اه جي اول ورا. تمام? اتجيب ليه اه نظام معين. اتجيب ليه اشكال. يعني اتجيب اللي قدامي ده تقادي فتحيته اهي. ماشي? الجيب نفسه نازل بنفس الشكل كده. وليه القطشة ديت. اللي هي دي كده. وبعد كده جاي اه مكمل عادي. تمام? اه اه الجيب دوت اه ليه اخترته للموديل اللي هناك? لان الموديل اللي هناك ماشي اقلامه بالطول. فانا هعمل زي ما عملت القمان بالعرض. هعمل برضو الجيب هنا هو اتبقى العرض. فبالتالي هيدي لي اه شكلها هيدي لي فنية للموديل. تمام? اه لاحز ان الجيب دوت فوقيه عروة من عراوة الحزام. او لكس من من اه لكسات الحزام. اه اللكس دوت اللي اقصده اللي هو ده. ماشي? ممكن يبقى انا ممكن زي كده. بس زي كده راكب على قمر. راكب على قمر زي قمر البنطلون. اما ازا كنت انا هعمله مباشرة على القماش من غير القمر دوت هو بيحتاج لكس عريض. لكس ايه عريض? طيب انا فيه اشكال تانية اه هقول لك ايه اشكال تانية. تمام? ادي اه شكل تاني للجيب. شكل تاني للايه? للجيب. اه الجيب نفسه دائري. تمام? اه الدايرة نفسها كبيرة. وتيجي الفتحة بتاعته هناك في الموديل كانت فتحة ايه? فتحة جانبية كده استريت. ميلة. بزاوية معينة. اما الفتحة هنا هو فتحة دائرية. تكاد تكون بتوازي الدوران اللي هنا. ماشي? يعني يكاد يكون ان الدوران اللي هنا بيوازي ايه اللي هنا? تمام? اه كلمة اه بيوازي ده بس عشان الناس تبقى فاهمها لما اقول ان ده بيوازي ده لا يعني اصلا لو مديت الخط ده على استقامته. والخط ده على استقامته فلا يمكن يتلاقه. يعني لا يمكن ان هما يتقابله. لما مدي الخط ده على استقامته. الخط ده على استقامته في حتى لا النهاية. ماشي. اه من الناحية الرياضية فهم لا يمكن ان هما يلتقوا. عشان بس نفهم يعني ايه تواه اه ان هما ايه اه خطين متوازيين. اما الخطوط الملتق اه الخطوط المتقطعة فهي بتتلاقى في نقطة معينة. لكن هنا الخطوط دي هتبقى ايه تمد كده الى مال النهاية لا يمكن ان هي تلتقي. تمام? اه الجيب هنا هو الدائري. الفتحة بتاعته كذلك دائري. اولا انا مجمع اشكال كتيرة للجيوب ديت. واه احنا هنتفق على حاجة ان ان كل الحاجات ديت هتنزل الصور بتاعتها اه على الصفحة. تمام? اه صفحة ديت الموجودة على الفيس. فالناس اه هنحطها لكم في صندوق الوصف. على اساس ان هي تخش عليها. لان الكومنتات كلها هبدأ ارد عليها هناك. ليه? لان الكومنت ما بعرفش ارد عليه اه في اليوتيوب. في الكومنتات بتاعت اليوتيوب. اه عشان مثلا بحتاج صور بحتاج اه فيديوهات بحتاج ده بحتاج ده. فهناك على الاقل في الصفحة هقدر هتبقى عندي الحرية ان انا احط الصور ان انا احط الفيديوهات اه ان انا اشرح الكلام دوت باستفادة عن الكومنتات بتاعت اليوتيوب. فانت هتحطيلك كومنت بالفعل في اليوتيوب. تمام? اه اه وابدأ ارد عليه هناك. لكن ما لكن لو حطيتلي الكومنت هناك على الصفحة لا انا مش هرد عليه لان انا عايز الكومنت ده وتيبقى موجود في اليوتيوب. تمام? اه فدوة اللي احنا هنتفق عليه. اه الصفحة موجودة ونحط اللينك بتاعها وهيبقى يبقى الرد كاملا على اي سؤال في اليوتيوب هحطه ايه هناك? تمام? ادي ديت حاجة. اه تالت حاجة مسلا ده الجيب نفسه برضو. بس الجيب هنا هو مالو. الجيب هنا وقت لما نيجي نكبره كده هلاقي ان الجيب نفسه بمستقيم ببوزة. مفيش الاطشرة اللي هي كانت موجودة في الجيب اللي هناك هنا. هناك كانت الفتحة هنا هوت ايه? كده استريت. لكن الفتحة هنا هوت مالها واخدة استدارة. واخدة ايه? اه حرف لام بمعنى اصح. حرف لام. والجيب نفسه اصلا ايه? اه ضلع من اضلاع المربع. تمام? اه الجيب دوت ممكن يكون طوله كام? تتخيلوا. الجيب دوت كبيره هيبقى اربعة وعشرين. كبيره هيبقى اربعة وعشرين. يوصل معي لستة وعشرين ماشي. حسب طول الحاجة نفسها. يبقى الجيب هنا هوت هتبقى اربعة وعشرين. الجزئية ديت من حداشر لاربعتاشر سنتي. عشان بس الناس تكتب الابعاد اللي انا بقولها. يبقى طول دوت من ايه? من ستة من اربعة وعشرين ستة وعشرين. الجزئية السابتة دي اللي هي دخلة في خياطة الجنب ديت من اتناشر لاربعتاشر سنتي. من اتناشر لايه لاربعتاشر سنتي. الجزئية الكنزة ديت اللي هي في اعلى الجيب ديت بتعمل في حدود ستة سنتي معايا بتعمل في حدود ايه ستة سنتي من اربعة لستة سنتي تمام يبقى كده انا اقدر ايه طبعا التوصيلة ديت عن طريق الفرنش كيرف اقدر اوصل ايه الشكل ده عشان نعرف اه نرسمه ازاي عشان نعرف نرسمه ازاي ده شكل تاني اه شكل اه تالت هو هو برضو اهو تمام اه بس هنا الجيب برضو من هنا ستريت هنا واخد ايه واخد دوران رفيع جدا دوران صغير جدا دي كلها اشكال مجمع بيها اه شكل الجيب اللطش الخارجي تمام اه نلاحظ الفرقات ده بقى ايه اه تجميعة كاملة لاشكال جيوب تجميعة كاملة لايه لاشكال جيوب اقدر ان انا انفزها ده كله هيتحط هناك في الصفحة ونبدأ نشتغل عليها اه قدي بقى اشوف شكل الجيب هنا هوت قدي هنا هوت دوران ماشي بس اراحل حاجة ان الدوران ده مش هيكون مازل الجيب نفسه كله دوران بص قدي هنا هو كده دوران وماشي دوران من هنا والفتحة بتاعته دوران شايف هنا الدوران ايه وشايف هنا الدوران ايه شايف هنا الدوران ايه دي كلها فرقات معينة بتديني شكل للجيب شايف نهوة بقى اللي تحت ده. آآ اللي تحت دوت فيه شغل. اللي تحت ده كده فيه شغل. فيه حرف راكب اهو. فيه كسر موجودة في قلب الجيب. تمام? آآ ممكن اتغاضع عن القصرتين اللي موجودين في ايه في الجناب هنا دول يا جماعة. ماشي? آآ الجيب مش ربقى ليه شكل بالقصرتين دول. وانا بقول لحضرتك كده يعني ان الحاجات دي كلها متجربة. الحاجات دي كلها متجربة. فدي اشكال للجيوب اللطش. اشكال الجيوب الايه? اللطش. يعني ايه اللطش? اللي بتركب مباشرة على القماش. بتركب. تنفع في جاكت. تنفع في بانطلون. تنفع في جيبة. تنفع في تونيك. دي اشكال مختلفة للجيوب. تمام? آآ هنآ نكمل. وعشان قادي بقى شكل جيب آآ تاني برضو شكله جميل جدا. محطوط في جيبة. ينفع برضو في تونيك. تمام? آآ شوف هنا هو الدوران كبير زي دوت نفسه اللي كان محطوط هناك في الجيبة. الدوران هنا كبير ازاي? الدوران ده بيواز الدوران ده. تمام? آآ دي نقط التقاء. تمام? اشوف هو اصلا. بيديك الشكلية بتاعة الايه? بيديك هنا هنا نوتش هنا نوتش. دي نقط تجميع للايه للجيب نفسه. ماشي? وقادي شكل الايد وهي داخلة جوه ايه? جوه الجيب. شكل الايد وهي داخلة جوه الجيب. آآ الجيب دوت زي ما قلت لحضراتكم ان الجزئية دي هتكون كام من اتناشر لاربعة تراشر. الجزئية دي عندي هتكون رفيعة جدا اصلا هتبقى كام. من آآ خمسة من تلاتة لخمسة سنتر. عشان يديني شكل الجيب بنفس الشكل ده كده. آآ نشوف لو في شكل تاني آآ ده نفس برضو بس ده ايه? آآ الدوران بتاعه هنا الجيب نفسه طويل والدوران نفسه ايه? صغير. اهو. تمام? الجيب نفسه طويل اهو. وداخل في قلب قصة وهو يعتبر زي ايه? زي حرف لام. ماشي? آآ متساوي الاطوال بتاعته. يعني ايه? زي حرف الره بالزبط. زي حرف الره بالزبط. ده بيتقال عليه جيب انجليزي. ماشي? والجيب الانجليزي بيبقى كده كده على طول. بيبقى كده كده. يعني بنفس الشكل. كده. ماشي? آآ لكن دوت تجريد للجيب الانجليزي. آآ ده بقى يعني جيب جميل جدا. وايوة بقى هنا هو الدوت اللي انا عايزه. عشان دوت اللي انا هنعمله في الشكل بتاع التونيك ده. شايف بقى هنا هوت? الدوران شكله ايه? الدوران هنا شكله ايه? الدورانين دولم. تيجي بقى العروة اللي هي هنا هوت الليكس اللي هو ايه مديني شكله? شايف الجيب هنا بيتقال عليه جيب ايه? طاير. يعني ايه جيب طاير? يعني هو مش متسبت على القماش. مش ايه? مش متسبت على القماش. اللي احنا هنعمله هناك? هيبقى طاير ومش ومتسبت على القماش. ازاي? زي ما هنشوف? احنا هنعمله ازاي? لكن شايفين هوت الليكس ده? الحتة دي احنا هناخدها من كم? هناخدها من آآ اربعة الستة سنتي وهنعمل عليه الليكس ده كده. تمام? وهناخد الطول بتاعه اربعة وعشرين في ودية هناخدها اربعتاشر سنتي. ونبدأ نعمل الكلام ده. العرض بتاعه هيبقى كام? العرض بتاعه هيبقى في حدود ستة واشر سنتي. العرض آآ نكتب الابعاد اللي انا بقولها دي عشان الناس بتيجي تسألني تقول لي ابعاد الجيوب دي ايه? يبقى نطول معايا من اربعة وعشرين الستة وعشرين. العرض بتاعي من ستاشر لتمنتاشر. الجزئية دي من اتناشر لاربعتاشر. الجزئية ديت من ستة لتمانية سنتي. وابدأ اوصل الكلام ده. هو الجيب دوت اللي احنا ايه? هنعمله هناك. تمام? آآ دي برضو اشكال آآ قادي برضو شكل تاني خالص. هو ده بقى اللي احنا هنعمله هناك بالزبط. اقصد طير ايه? بص من هنا ما فيش تثبيت للايه? للجيب من الاطراف نفسها التثبيت لجوه شوي. طب هيتعامل ازاي? هو ده اللي احنا هنشوفه هيتعامل ازاي? يعني ده معمول على حاجة جلد. معمول على ايه? على شورت جلد. الجيب اهو بنفس شكله. ماشي? آآ هنا هو تمديك آآ بقى. كويس ان انا جبت الجيب دوت. كان في آآ اختنا من الجزائر عملة الجيب دوت. تمام? وانا قلت لها ايه? هي كانت عملة ديت حداشر سنتي بالفعل. قلت لها لا دي عريضة اوي. تمام? آآ ليه? انا قلت لها ليه دي عريضة? برغم انه الجيب هنا هوت حداشر سنتي معي. تمام? هنا هوت نعمولة كام? اربعتاشر سنتي اهي. اربعتاشر سنتي. آآ الجيب دوت الحرف ده بيجي الجزئية دي. الجزئية ده اهي? ماشي? بتنظف الكلام ده وتخش على جوه. عشان يبقى نضيف من هنا. تمام? آآ اللي احنا هنعمله بقى هنعمل جيب ونعمله ونقلبه عشان يديني الشكل اللي انا عايزه. طب آآ لما انا ارجع لكلام اختنا من الجزائر? ان الجزئية دي اللي انا قلت عليها احداشر قلت لها لا دي كبيرة. لازم تصغريها. ليه? لان هي كانت عاملة عليها لكس. كده. فالليكس كان ايه? كان كنز بالنسبة للعرض ده. آآ لو هي من غير لكس ماشي تمشي. لكن في لكس لازم تبقى فيه نسبة وتناسب ما بين عرض الجيب من هنا والليكس. ارجو ان انا اكون رديت على سؤال حضرتك. تمام? آآ يبقى فيه نسبة وتناسب طالما احط هنا. الليكس ده ايه? اللي هو العروة الحزام اللي كانت ركبة هنا. تمام يا جماعة? آآ نكمل. آآ ده نفسه الجيب اهو. تمام? ده نفس الجيب اهو اخد دوران من هنا ودوران من هنا بس يدي الدورانات الصغيرة. اشكال مختلفة اهد الجيب نفسه بس طويل من فوق. واخد نفس الدوران اهو. ماشي? واخد ايه? نفس الدوران اهو. تمام? آآ نكمل. آآ ادي جيب بشكل تاني خالص. جيب بشكل تاني خالص اهو. كده آآ ضلع مربع اهو. واخد الزوية ده واخد ايه? واخد حليه عالجيب نفسه. واخد حليه عالجيب نفسه. اشكال مختلفة جدا جدا من الجيب ده وتنقدر نعملها. تمام? الجيب ده وتأول الجيب احنا اتعرضنا له. كده الاشكال كلها انا اتعرضت لها. تمام? آآ هبدأ بقى نروح على البنك ونبدأ ايه? طيب هستازن حضراتكم. عشان ما نطولش في الفيديو. كده يبقى ايه? استعراض كامل للجيب اللطش. بكل ابعاده. بكل اشكاله. ماشي تقريبا انا لميتها كلها. وآآ نخلي بقى الفيديو التاني على اساس ان الفيديو ده الجيب ونبدأ نشتغل. تمام? آآ اخر حاجة اقولها لحضراتكم ما تنسناش من صالح الدعاء. وآآ ارجو ان حضراتكم تدعو لنا بظاهر الغيب وخاصة في اوقات الاجابة في السلس الاخير من الليل. تمام? آآ دبر الصلاة. ماشي? اوقات سقط اوقات نزول المطر. آآ الاوقات دي افتكروا اخوكم وابوكم بالدعوات. ماشي? ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج عننا الهم ويكشف عننا الكرب ويقينا شر الامراض. والاوبئة عن مصر خاصة وعن جميع الامة الاسلامية عامة. آآ واخر حاجة اقولها لحضراتكم لا تدال على الخير كفاعلي ولا تنسونا من صالح دعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب اشتركوا في القناة